موسيقى حدث ليس جديدا البتة في تركيا تخرج إشاعة ما يصدقها بعض الأتراك فيهجمون على السوريين أو على بعض السوريين وأرزاقهم وممتلكاتهم فيحدث ما يحدث ثم يكتشف الجمع أن هذه الإشاعة مفبركة وهي إشاعة والإشاعة هذه المرة أن سوريا تحرش بطفلة تركية لتظهر الأحداث بعد ذلك أو لتظهر الأحداث أن هذه الطفلة سورية وأن هذا السوري مختل هذا الأمر تكرر في سابقات الأيام في تركيا ويدفع السوريون دوما ثمن هذه الإشاعة لكن الجديد هذه المرة هو امتداد الأمر إلى شمال سوريا ومن ثم ارتداده إلى جنوب تركيا والبعض يقول أن هذه الدورة قد تطول هياكم الله فيما تبقى ترجمة نانسي قنقر إذن الخوف يلاحق السوريين في كل الولايات التركية بعد أحداث خيصر المرعبة التي طالت ممتلكاتهم ومنازلها في ديار الغربة واللجوء بات الخوف من الآت القريب هاجسا يؤرق السوريين بل وإنه يخطو وراءهم كل حين في تركيا التي كانت ديارا متسعة الرحاب فحمل السوريون فيها آمالا وأحلاما لكنها تناثرت وتكاثرت بعد تطورات غزت مواقع التواصل الاجتماعي وغصت بها وسائل الإعلام تحديات جمّة تتصدر المشهد آخرها الليلة المرعبة التي شهدها السوريون في ولاية قيصر بعد اندلاع أعمال شغب وسلسلة اعتداءات وإحراق جماعية استهدفت ممتلكاتهم إثر انتشار أنباء تقول إن شابا سوريا تحرش بطفلة قاصرة تبين لاحقا أنها سورية وما إن ذاع الخبر حتى انتشر أشخاص كالنار في الهشيم يحطمون محال وسيارات ويضرمون النار في أخرى تعود ملكيتها للاجئين سوريين في الولاية الأمر الذي دفع مسؤولين أتراكا للدعوة إلى ضبط النفس وتهدئة الشارع وقالوا إن الشاب صار في قبضة الأمن وسينال جزاءه الذي يستحق بيد أن وزير الداخلية التركي كشف أن قوات الأمن تدخلت وأوقفت 67 شخصا كانوا على صلة بالحادثة حملة تزامنت مع ما يجري في ولاية عنتاب التي وضعت السوريين في مرمى الحملات الأمنية الهادفة إلى الترحيل تقول إدارة الهجرة إنها تستهدف المخالفين لشروط الإقامة في تركيا إلا أن حقوقيين يرون أن الحملة جاءت بعد إصدار 41 منظمة في عنتاب بياناً حذرت فيه من الخطر الذي يشكله اللجوء السوري على تركيبة المدينة الديمغرافية على الجانب الآخر لا تخفى على متابع آخر التطورات بشأن احتمالية لقاء الرئيس أردوغان مع بشار الأسد وهو ما أثار رعباً من نوع آخر عند ملايين السوريين لكن اللافتة غياب البيانات من بعض مؤسسات المعارضة السورية وتأخروا بعضها وفي البعض كلمات مصفوفة قالوا عنها إنها لا تقدم ولا تؤخر معناه من قيصري مكان الحدث للصحفي أحمد الحسين أستاذ أحمد مرحباً أستاذ أحمد مرحباً أستاذ أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً حياك الله ما الذي حدث في قيصري بالأمس واليوم كيف هو الوضع أستاذي إسكيم شاهير هي تقريباً من أكبر المناطق في قيصري التي يقومها لاجئين سوريين المنطقة التي وقعت بها للحاق هي دان شماتية جزءاً من أسكي شاهير الذي حدث هو اشتباه مجموعة من أشتباه الأكراك في حدوث حال التحرش بتفلة لا يتجاوز لسلسة نوات قريباً من قبل شاب سقير أيضاً في حوالي سنة أكبر من عمره بعد الحاقة التفلة للشاب إلى نحن دورات المياه مع المنطقة عندها قاموا بإبلاق الشرطة التي حضرت إلى مكان الحاق في حامة الخطى للشاب أيضاً مصنية الشاب من الناس التي تجمرة في حدوث الحادي أيضاً تم وضع طبلة تحرار التحرار انتشر في البداية على مساعد التواصل الاجتماعي أن الطفل المتحرش هو من الجنسية توركية أن المتحرش أو المتحرش هو من الجنسية تورية قبل حوالي السادسة عشر من عمره بدأت عندها أعمال الشطب والإخداء على مسلحات السوريين من محلات وطيارات وحرك بعض المناطق نعم لتبين لاحقاً أن المؤتد عليها بعد حدوء بيان والي كيطري أن المؤتد عليها هي في توريا أيضاً أنه ربما تربطوا أقل القرار ومع السادسة بل يمتهم بي لأستاذ أحمد يعني الهجوم كان واسعاً يعني لماذا كان الهجوم واسع بهذا الشكل لهذه المرة طيب الآن كيف هو الوضع الآن؟ والله حالياً هو الوضع هادئ حتى الآن ما فيه كيف هي المناطق المجاورة أو المناطق الأخرى وهذا حدث يعني رسيطة ما هل أنت خائف؟ ما مو خائف خالك مما؟ من الوقادي سترحل؟ ويبدأ أرحل عبر البحر إلى أوروبا تفكر؟ والله لو الطريق مفتوح أحسس الطريق ستك أبدو ألاف الدولارات الصحفي أستاذ أحمد حسين سلمكم الله جميعاً في قيصري وفي غير قيصري شكراً جزيلاً لك على كل ما تفضلت به شكراً لك معنا هنا في الستوديو رئيس مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية أستاذ أحمد رمضان مرحباً أستاذ هياك الله دكتور معه يا حي الله ومعنا كذلك من قيصري رئيس جمعية أنصار السوريين أغرجن يلدرم وكذلك معنا من إسطنبول الكاتب الصحفي التركي حمزة تكين وكذلك معنا من أنقرة عمر أسكز يلجيك المحلل في السياسة الخارجية والأمن من أنقرة مرحباً بك كذلك مرحباً بكم ضيوفي أجمعين أبدأ من قيصرة من رئيس جمعية أنصار السوريين أغرجن يلدرم أستاذ أغرجن مرحباً ليس معنا الآن سينضم معنا خلال الدقائق القادمة أستاذ أحمد هذه المرة مختلفة في الوضع ليس كذلك ترى؟ بلا شك هو انفجار كبير يعني مؤسف مفجع بنفس الوقت لكنه ليس مفاجئاً يعني لمن يعلم ويتابع ما جرى ليس مفاجئاً أنا أمامي الآن حالة عنصرية خطيرة تتفشى ليس فقط تجاه السوريين بشكل عام لكن للأسف الشديد هذه القضية تركت كورقة للتداول على الطاولة لمن هب ودب يستطيع أن يستخدمها يعني كان هناك قدر من التحمل لهذا الموضوع خلال فترة الانتخابات لكن نحن الآن لسنا في فترة الانتخابات هذا موضوع كان يجب أن يعالج بشكل مختلف ولا يسمح أن تبقى هذه الورقة الخطيرة على الطاولة تستطيع أن تستخدمها بعض القوى أو الأحزاب أو الجماعات أو الأطراف المتربصة بالطرفين النقطة الثانية تفشي خطاب الكراهية وأيضا هذا الموضوع ليس جديدا يعني تفشي منذ فترة طويلة استخدمه البعض أيضا بتحريض المجتمع المحلي وأيضا بمحاولة الإضرار بالمجتمع السوري سواء في داخل سوريا يعني في الشمال أو هنا كذلك بعض الأشخاص الذين استخدموا الكراهية واستخدموا العنصرية ليس هناك يعني شيء يبرر حتى الآن أو مفهوم كيف ترك هؤلاء دون أن يقدموا إلى القضاء على الرغم من أنهم باستخدام هذا الأسلوب تسببوا بإيقاع عدد ضخم من الضحايا من الطرفين بالمناسبة ليس فقط من طرف واحد يعني هناك سؤال كبير ما الذي يعني دفع القيادة التركية للبقاء يعني بعدم استخدام الانتقال بالأحرى انتقال من إدارة هذا الموضوع كإدارة الأزمة دون حل الأزمة باستخدام أدواتها القانونية والسياسية هذا الموضوع الحقيقي يجب أن نسمع له إجابة يعني في السابق ما رأيك أن أذهب إلى عمر أوزكز يلجك جيد نسمع لأن هذا السؤال الجميع يسأله صحيح أستاذ عمر أوزكز يلجك وأرجو أن أكون لفظت اسمك بشكل صحيح من أنقرة مرحبا مرحبا بكم أستاذ عمر لماذا لم تعالج الدولة التركية هذه المسألة وكما يقول أستاذ أحمد رمضان تركت هذه الورقة ورقة الأجين على الطاولة لم تعالج الأزمة لكن تمت إدارتها لماذا هل لديك إجابة في البداية يجب علينا الإفادة كالتالي أن ما عانينا فيه في قيصر لا يمكن أن نتقبله ولا يوجد له أي توضيح وهذا يمكن توضيحه ليس فقط بكلمة العرقية أو مثل هذه الأقوال هذه القضية ربما يتعلق بتدخل المتأخر لقوات الأمن وتجتماع هؤلاء الأشخاص كيف تم وأنا أعتقد أن قسم كبير من هذا هؤلاء الزمراء التي يخلقها هم عبارة عن مجرمين الذين هم يتسولون في الشوارع وراء هذه الحوادث والاستفادة منها مع الأسف لأن هذه المجموعات التي تتحقق تستطيع التحرك بشكل سريع وتكون فعالة وشعرنا في ذلك ولحظنا في قيصري في حادثة قيصري وأيضا في شمال سوريا أيضا حسب السلازة أيضا لا يمكن قبلها لماذا تركيا ساعدت أو سمحت بحصول مثل هذا هذا يمكن أن نفهم أبدا السوريين ما زالوا غير تابعين لسياسة معينة مقبولة في تركيا وأصبحت أحلام السوريين في الماء زابت وغرقت وزهبت هنا يوجد أزمة مع الأسف على الخص بإصرار ضغط المستمر من المعارضة في تركيا لو تم تفهم القضية السورية بشكل الموضوعي لكانوا رحلوا السوريين إلى بلادهم وعاشوا دوء ويعودون بطويرتهم ولكن أمام ذلك نرى أن هناك لا يوجد هناك أتدال في الرئيحية القضية السورية والوضع السوريين في تركيا لن يكون أبدا أسوأ من وضعهم في لبنان أو في العراق ولكن ما نهدف له لم يحدث وما نتوقع من الحدوث قد قل والسياسيين الأتراكي تحملنا المسؤولية وتكاليف هذا الذي يحدث الآن قسم كبير من السوريين هم سيبقون هنا بشكل دائم في تركيا ويجب علينا أن نفهم ذلك بشكل أو آخر نعم سوف نشجع لعودة السوريين ويجب علينا تحسين أوضاع السوريين وتوفير الحلول لما يعانيه السوريين ولكن يجب علينا بالجانب ذلك تطوير أشياء أخرى حيال السوريين ويجب أن يكون هذا الوضع الذي هو تحت الحمال المقتة اسم مستمرا ومستديم والسوريين يريدون المواطنية التركية وهذا لهم حق ولكن مع الأسف لقد تم إغلاق هذا الباب وألن يتم فتح هذا الباب يجب أن نضع معادلة ما بين البين وهو تطبيق البطاقة الزرقاء للسوريين ويعيشوا السوريين في تركيا جنبا لجنب مع الأتراك يعني أستاذ عمر نتيم مع بعضنا ونتكلم ونتحاول أنا سوف أسألك في الجولة القادمة من النقاش هو كم عدد الأتراك الذين يقولون بما تقوله أنت في غضون ذلك أذهب إلى الأستاذ حمزة تكين مرحبا أستاذ حمزة صحيح لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام مرحبا أستاذ أحمد رمضان أستاذ عمر سألا هذا السؤال لماذا لم تحل الدولة التركية هذه الورقة لماذا تركت على الطاولة هل في الأمر قصدية يعني أنا لا أتفق مع هذا الطرح على الإطلاق أن الدولة التركية لم تحل أو لم تعمل على حل هذه المشكلة منذ بداية استقبال السوريين على الأراضي التركية على العكس تماما المؤسسات التركية عملت كثيرا وأنا شخصيا حضرت مئات الاجتماعات بين الجمعيات السورية والصحفيين السوريين والممثلات السورية وكثير من العنوين السورية للتجمعات السورية في تركيا مع الدولة التركية من وزراء الداخلية سواء كان السابق أو الحالي إلى الولاد في اسطنبول وغير اسطنبول وكذلك اجتماعات مشتركة بين السوريين وإدارة الهجرة التركية وبالتالي كانت المساعي التركية كثيرة وبالتالي لا يمكن القول أن تركيا لم تعمل أو لم تحل هذه المشكلة وبالتالي المشكلة حاليا إذا أردنا أن نوصف بشكل منصف ولا نلقي اللون فقط على جهة محددة فإن كل الطرفين اليوم ممثلي أو مثلوا السوريين داخل تركيا وجمعياتهم ومؤسساتهم وهيئاتهم وتجمعاتهم يتحملون جزء من مسؤولية وجود جزء من هذه المشكلة على أرض الواقع وكذلك الدولة التركية كثير من هذه الاجتماعات خرج عنها كثير من الأمور الإيجابية ولكن بعض النقاط بقيت معلقة نتيجة خلافات تارة بين السوريين بين بعضهم البعض وتارة بين السوريين من جهة ومؤسسات الدولة التركية من جهة أخرى وبالتالي نتيجة هذا الخلاف وهذا الوضع وأنا كما ذكرت مئات الاجتماعات وليس عشرات مئات أستاذ معاذ وأنا شخصيا شاركت بها بعض هذه الاجتماعات كانت تنتهي بعدم اتفاق تام وبالتالي هذا ما تسبب بما وصلنا إليه اليوم من هذا الوضع القائم سواء كان في بعض المناطق التركية أو في بعض المناطق في الشمال السوري هنا أريد أن أعلق بعجالة على آخر التطورات منذ أمس ووصولا إلى ما يحصل حاليا وما زال مستمرا في مناطق الشمال السوري طبعا ما حصل في ولاية قيصر التركية بكل تأكيد ولا أصلا لا يستحق أن نقول أنه مدان يعني هذا أمر مفروغ منه وأمن بديهي أن نرفض مثل هذه الأحداث التي حصلت والاعتداء على أبرياء وعلى منازلهم وممتلكاتهم وبالتالي أيضا كذلك لا يمكن أن نتصور وأن أقبل أنا شخصيا الذي زرت الشمال السوري أيضا لمئات المرات خلال السنوات الماضية وآخر زيارة كانت قبل أسبوعين تقريبا لا يمكن أن أقبل أو أتصور أو أتخيل أن ما قام أو من أحرق اليوم واعتداء على العالم التركي والمؤسسات الثورية السورية هي ليست مؤسسات تركية بالمناسبة في الشمال السوري هم ناس عاديون في مناطق الشمال السوري على إطلاق من قام بالاعتداء على السوريين في ولاية قيسر التركية ومن قام بالاعتداء على المؤسسات المدنية السورية التي تخدم السوريين أصلا في الشمال السوري هي مشكات واحدة ومن هي تنظيم وهذا التحقيقات ندعو المؤسسات الأمنية عبر هذه الشاشة وهي متابعة وأنا أعرف أنها متابعة من الجانب التركي وكذلك من الجانب السوري سواء كان من النظام السوري أو من المعارضة السورية اليوم مطالبة الدولة التركية وبدأت بالفعل بإجراء التحقيقات اللازمة لإيقاف وتوقيف كل من اعتدى على ممتلكات السوريين في ولاية قيسر وتوقيفهم وحتى الآن تم توقيف 67 شخص تركي تم إيقافهم من قبل الشرطة التركية وبالتالي هذه نقطة إيجابية تحسب للدولة التركية لمحاسبة المذنب وكذلك أنا أقول لك وفق المعلومات اللازمة جبلة أخيرة وفق ما وصلنا من الشمال السوري كذلك سوف تبدأ حملة اعتقالات لتلك الجماعات التي كانت ملثمة أستاذ معاد ملثمة التي اعتدت على المراكز المدنية التي اعتدت على السيارات في الشمال السوري التي اعتدت على قوافل المساعدات أستاذ معاد المساعدات كانت داخلة إلى بعض المخيمات تم الاعتداء عليها وبالتالي ما حصل غير منطقي لذلك أجهزة الأمنية كذلك في الشمال السوري ستوقف هؤلاء البعض يقول لك أستاذ حمزة يعني يبدو الغضب طبعا لا شك يعني قصة حرق العالم التركي هي قصة مدانة وغير مقبولة والاعتداء على المؤسسات والاعتداء على الأفراد هذا أمر مرفوض تماما ويرفضه كل السوريين لكن البعض يقول لك أن الغضب يبدو وصل مدى نعم أستاذ معاد أنا أؤيد الغضب لأي شعب حتى في تركيا نحن نؤيد المظاهرات في تركيا ونؤيد أي تحركات شعبية سواء كان لأحزاب معارضة أو موالية أو نقبات ولكن ضمن القانون ضمن احترام القانون ضمن عدم الاعتداء على ممتلكات الآخر ضمن عدم التعرض لأجهزة الدولة وبالتالي نحن أنا شخصيا وكثير من المرتابعين هنا في تركيا يؤيدون أي اعتراض من حق الشعب السوري بطبيعة الحال في الشمال السوري أن يعترض على أي موقف سواء كان موقف داخلي سوري أو موقف يتعلق بدول إقليمية وخارجية ومنها تركيا ولكن اليوم كما قالت جملة أخيرة كما قالت كل مؤسسات المعارضة التركية الرسمية قبل ساعة ببياناتها أن حق الاعتراض والتظاهر مصان للسوريين في الشمال بكل تأكيد ولكن دون الاعتداء على ممتلكاتهم هم دمروا بهذه الاعتداءات التي حصلت قبل ساعات المؤسسات التي تخدم السوريين ولا تخدم تركيا أستاذ معافو بالتالي الاعتداء على الممتلكات على المؤسسات على السيارات هذا مدان سواء كان من قبل سوري أو من قبل تركيا أو من قبل آخر مع بطبيعة الحال الاحتفاظ بحرية الإبداء الرأي ضمن الأصول المعتمدة قانونيا وإنسانيا الآن نضم إلينا رئيس جمعية أنصار السوريين من قيصرة أستاذ أقرجن يلدرم أستاذ أقرجن مرحبا مرحب بكم أيها زملاء أتمنى أن يكون برنامج قوسيتون للخير وأتمنى أن يكون هذا أجمع وصيلة خير للجميع وأتمنى أن لا نواجه مثل هذه الحوادث السلبية ومساء الخير للجميع تفضلوا مرحبا بكم إن شاء الله الجميع يتمنى الخير أستاذ أقرجن للجميع يعني للسوريين والأتراك يعني شعبان يعيشان في نفس الأرض ويشتركان في كثير من الأمور لا شك أنت رئيس جمعية أنصار السوريين لماذا أنت تناصر السوريين؟ لماذا تناصر السوريين؟ تحب السوريين؟ لماذا؟ نعم أنا تركي ونحن نحب الإنسان لأنه مخلوق خلقه الإنساء الله سبحانه وتعالى ووراءنا يوجد تاريخ قديم والعثمانيين والإسلام وديننا وبدون نظر إلى عرق الإنسان والإثنية الخاصة به نحن نخاف الله وهؤلاء السوريين دخلوا إلى دولتنا منذ عام 2011 خوفا ملتجئين من الظلم وحوالي أربعة ونصف مليون سوري فتحة الباب لهم لعيشوا في هذه الدولة كأخوة لنا ونحن نتشرف باستضافتهم ونقبلهم كضيوف علينا ويوجد حوالي 90 ألف سوري موجود في قيصري ونحن عبارة عن جمعية تحاول مناصرة هؤلاء السوريين ويوجد لدينا في جمعيتنا أتراك وسوريين قمنا بتأسيس هذه الجمعية سويا وفي جمعيتنا دائما السوريين يعتبرونها جمعيتهم ودائما يدلون بجميع معضلاتهم ومشاكلهم وأسئلتهم لنا ونحن نحاول أن نحن كمؤسسة كوقفية وكمؤسسة وجمعية تعمل في هذا المجال طيب وقعت الواقع عندكم في قيصري بالأمس لماذا؟ هل لديك تفسير ما سر هذا الهجوم الكبير والمفاجئ؟ على كل حال نحن هنا كنا نتوقع أن يحدث شيئا ما أن تتعلمون أن يوجد حزب عرقي موجود ويحاول العمل في العرقية والتمييز العنصري وحسب أهوائه يقوم بالتعامل مع القضايا الموجودة ضمن هذا الإطار في تركيا وجميع مشاريعه التي يسعى إليها هي من أجل أعطاء هذا الموضوع صفة قومية أو وطنية من وجهة نظره ويعمل عزايا في قيصر ويحاول أن يضخم الأمور وراء ستار القومية وقيصر هي مدينة تجمع القومية بكل نزاهتها مع بعض البعض مبنية على الأسس الدينية وأرادوا استغلال هذه النقطة ويستطيعون أن يستغلوا أفكارهم لزرعها بهذا الشكل السلبي في قيصر وأن يجدوا لها مزرعة خصبة ونحن كنا نتمنى دائما وكنا متوقعين أن يحدث ذلك دائما في قيصر نتيجة هذا السعي من الطرف الآخر السلبي ونتيجة هذه العصيرة تحصل ولا نريد أن يكون فورة بين الشعب التركي والشعب السوري واعتداء على الممتلكات السوريين بهذا الشكل وألاف من الناس اجتمعوا ضد هؤلاء السوريين في المنطقة التي في الأحيان الموجود فيها السوريين ونعتقد أن هذا تم تخطيط له وكانت قد عملت له سيناريات سابقة وتم العمل عليها وتم تنفيذها ولا يوجد لدينا أدلة على ذلك ولكن نعمل حسب العلمات التي أتتنا أن هناك أشياء تم تحضيرها وتخطيط لها وعبارة عن عملية تمت بهذا الشكل حسنا سيد أحمد رمضان المشكلة يعني يتحمل جزء منها السوريين يعني السوريون بمؤسساتهم وأنت كنت في الإتلاء ماذا كنتم تفعلون في الإتلاء أولا دعني أؤكد أن علاج هذه المشكلات ليس علاجا أمنيا يعني جزء منه يتم التعامل مع حالة الفوضى بشكل أمني لكن ولا هو علاج باستخدام أو الاستمرار باستخدام المراهم المسكنة كما اعتدنا لأن هذا انفجارات يعني مستقبلية قادمة وإنما العلاج هو عملية حقيقية على مستويين أولا أنت لديك لاجئين موجودين في داخل تركيا سأتحدث عن مشروع تم تقديمه للجانب التركي قبل حوالي ست سنوات في هذا الموضوع وجرى تأكيد عليه أكثر من المرة وأخي حمزة حدث عن اجتماعات كانت تعالج الارتدادات الفعلية وهذا عمل مشكور لكن أنت لا تحتاج فقط معالجة الارتداد أنت تحتاج أن تعالج الأزمة الحقيقية التي نتجت عن هذا الأمر أنت لديك الآن عدد كبير من اللاجئين جزء منه يجب أن يتكيف مع الوضع يحصل على الجنسية يصبح وضعه قانوني جزء منه لديه أعمال أيضا يحتاج إلى قوننا وإلى تثبيت حالته القانونية ونحن نشاهد الآن عداد كبيرة هجرة كبيرة من رأس المال السوري إلى الخارج ليس هناك سؤال مطروح على الطاولة الآن لماذا يغادر هؤلاء وجزء ثالث وهو مهم أيضا من هؤلاء لا يمكن من الصعوبة احتواءه لا هو سمح له بالاستمرار بالعبور إلى دولة ثالثة ولا جرى التمكين له بالعودة إلى الداخل وهنا السؤال المهم جدا لماذا هذه الفوضى وهذه التحركات في الداخل أين هي الحكومة وأين هي السلطة الموجودة في الداخل بعد سنوات الآن من المسؤول عن حالة الفوضى الموجودة الآن في الداخل الآن هناك حكومة مؤقتة هل هي موجودة؟ أمس اضطر رئيس الحكومة المؤقتة أن يهرب من الباب تحت ضغط الجماهير الموجودة رئيس الاتلاف غير قادل على الداخل الذي جرى فعليا أن لدي عبارة عن أشكال أسميها حكومة ليست حكومة حقيقية وليس لها وجود وغير حتى الآن هي منتهية الصلاحية والولاية منذ حوالي ثلاث سنوات طيب أنت كنت في الاتلاف أسمعني سأو أعطب عليها كنت في الاتلاف أنت صحيح في ولايتك لما كنت في الاتلاف ماذا فعلتم؟ دعني من الآن الموجودين السابقين أنتم ما دفعنا الضريبة ما كنا نفعله دفعنا الضريبة هو عملية تفريغ المؤسسات الوطنية يعني على دوركم كان الاتلاف فاعل هل أنتم شيئا؟ لا تحدثون تريد أن نتحدث عن الاتلاف فاعل شيء أخر لكن أنا أريد أن أتحدث الآن عن الوضعية في الداخل لماذا يجري تهميش المؤسسات؟ هذا لم يكن مصلحة وطنية لا سورية ولا مصلحة وطنية تركية ولا حتى مصلحة لإخوة الأتراك يعني أنا أريد أن أقول وبقلب مفجوع أيضا أن هذا الذي يجري هو فاجع لنا للجميع يعني ليس هناك أحد لا يشمت ولا هناك أحد أيضا مبسوط من هذه العملية التي أصبحت مصدر شماتي للآخرين لكن أنت لديك الآن وضع في الداخل السوري يزداد سوءا تغيب فيه الحوكمة تغيب فيه الشفافية تغيب فيه السلطات مقلوب من الجانب تركي أن البعض يقول لك يعني هذه الجانب التركي يجب أن يكون له دور أكبر في الشمال السوري يعني بصفته الأخ الأكبر على العكس تماما يجب أن يسمح ببناء المؤسسات وأن يدعمها يسمح هو لا يسمح يعني دعني أكون شفاف وصريح في ذلك يعني الفئة التي الشمال السوري ليس محكوما من السوريين ولذلك هذه الفوضى موجودة محكم ممن محكوم عبر المسؤولين الولايات التركية لها مسؤولية ولماذا يعني لا يحكمونه بالحسنة وبالعدل ليس قضية عدل هنا القضية هنا يجب أن تكون هناك مؤسسات ذات مصداقية مقبولة من السوريين بشكل عام ولماذا لا توجد وتحكم ليست موجودة لأنه جرى تفريغها يجب أن نكون صحيح المسؤولين عن هذه المنطقة الآن والذين يرفعون تقارير إلى القيادة التركية بشكل غير صحيح يجب أن نتحدث هذا أنا أقول الآن إذا لم نعالج هذا الموضوع بجرأة وبحكمة نعالج المون على من تعود المون على من تعود لجانب التركي المسؤول عن هذه المنطقة وأيضا بالنسبة لنا السوريين أن لن نعرف السوريين على الإطلاق من المسؤولية أن الأشخاص الذين ينخرطون في هذه الأزمة أو أنهم يقبلون بهذا الوضع الآن الموجود في الداخل يتحملون أكبر مسؤولية أيضا إلى جانب المسؤولين الآخرين لكن نحن أمام وضع الآن أنا عندي الآن أربع ملايين لاجئ يجب أن أنهي وضعهم بهذه الصورة أنا الآن أقوم بترحيل سوريين وضعيتهم قانونية ليست صحيحة إلى الداخل كيف سيذهب هؤلاء أين سيذهب هؤلاء الآن نحن نراكم الوضعي الاحتقام في الداخل يعني في الداخل يجب أن نتذكر أن السوريين كانوا يحتفون بالعنصر التركي عندما دخل وهناك مشاعر صادقة موجودة لدى السوريين كيف انقلبت الأمور إلى الآن يجب أن نسأل هذا السؤال ونعالجه يعني أنا عندما أتحدث إلى أي أخ تركي ومسؤول تركي يجب أن لا يعتبر هذا الكلام الذي أتحدث إلي على أنه جانب سلبي أو نقد سلبي يجب أن أحدث معه ويشعر بأن هذا الكلام هو مصلحة مشتركة للجميع لذلك قلت استخدام المراهم المسكنة الآن مرة أخرى سيؤدي إلى تفجير هذه الأزمة بعد فترة لأن هناك أطراف وقوة كامنة في كل الاتجاهات تستخدم هذه الورقة باستمرار نحن لا نعالجها يعني يجب أن نعالج ملف اللاجئين يعني أنت تريد أن تعيد أنا يعني في الخطة التي تحدثنا عنها قلنا تستطيع أن تسمح بعودة مليون لاجئين أن يعودوا إلى سوريا عودة طوعية من أهالي المناطق لكن يجب أن توفر لهم البيئة توفر لهم العمل توفر لهم الاقتصاد الآن غير موجود ولذلك هؤلاء تحولوا إلى جزء من حالة الاحتقان الهائلة الموجودة في الداخل يعني أصبح شمال سوريا فعليا يشبه جنوب العراق كيف جنوب العراق الآن موقفه من إيران أصبح الآن شمال سوريا هذا الموقف من الذي فعل هذا الموضوع؟ كبير هذه هناك يعتقدون بأنه هنا الأوضاع مازالت جيدة هناك من يرفع تقارير ويقول أن الأوضاع سليمة وصحيحة طيب كيف لا توجد محاورات تركية في الشمال لا ترك موجودين في الشمال هذا السؤال يجب أن يوجه لهم لذلك الآن دعني دعك بنظرة ثاقبة لهذا الموضوع يعني أنت الآن يجب أن يكون لديك حكومة وسلطة إدارية قائمة أين هي الحكومة والسلطة؟ هناك مجالس يعني في أي بلد في العالم يستطيع مجلس محلي أن يفتح معبر مع النظام ويكون تابعا له أين يحصل هذا الموضوع؟ هل يفتح المعبر لوحده؟ أين؟ لو لم يأخذ الإذن؟ السؤال هو يقول أنا فتحت معبر كيف يحصل هذا الموضوع؟ يعني أنت تعتقد أنه فتحه لوحده دون إذن؟ أنا لا أريد أن أضع اعتباري أنا أريد أن أقول أن مجلس محلي يعلن أنه أنت الآن تذهب تفتح شركة في الشمال المحرر و هذا حصل معنا يعني أنت تفتح ترخيص في عفرين ترخيص عفرين لا يعترف به في أزاز حسن لا يعترف به بالباب طيب هذه الفوضى نحصدها الآن نحصدها الآن وهي مدانة شايف لكن كيف حصل هذا الموضوع؟ هذا نتيجة تراكمات هائلة وعدم علاج الأخطاء وإذا الآن نستمر ولا نعترف بالأخطاء هذه ونبقي هذه المكابرة نحن سنذهب إلى ما هو أخطر لا سمح الله وهو مضر بالجميع ما هو أخطر؟ أستاذ عمر أسكز يلجك ما هو أخطر؟ هذه العلاجات التي تحدث الآن مراهم مساكنة إذا لم يتم العلاج هناك ما هو أخطر؟ ما هو أسوأ؟ فعلا تعتقد ذلك؟ في الحقيقة ما هو الشيء الأسوأ الذي سيحدث بشكل واضح جدا أريد أن أفيدكم أن المنطقة الأمنة في شمال سوريا كانت يتم تفجيرها وقصفها من عدة دول ومن إيران إلى آخره وأدى إلى أن نزوح هؤلاء السوريين إلى تركيا وأدى صاعد الأمور بهذا الشكل أدى إلى وجود العنصرية في تركيا في المنطقة يوجد كثير من المشاكل والمعضلات تريد الحل ولكن سواء شئنا أما بين هذا قدرنا سوف نعيشه إذا كان في سوريا إذا تفاقمت الأمور العلاقات بين سوريا وتركيا في تلك المنطقة سوف نعيش أزمة كبيرة وسوف نخسر الكثير والذين يلاحظون ذلك يحاولون أن يحرضون الأمور بدعم العنصرية وهي تطلعاتهم من وراء ذلك ويستطيعون أن يرسموا ذلك ووراء ذلك روسيا وإيران هذه ليست صدفة هذه عبارة عن سياسة عميقة تتابع ذلك ويحاول أن يتابعون هذه الأمور للحض من التعامل الصميمي بين الطرف التركي والسوري وهناك عبارة عن تحريض المعضلة هنا يجب أن نرسم تحتها خط على سبيل المثال حرق العالم التركي هذا عبارة عن غضبون كبير وعملون كبير وهذا غير مقبول أبدا ولكن هذه المشاكل التي نعيشها الكبيرة ما هو عمل العالم التركي في تلك المنطقة يوجد أعلام كثيرة هناك لماذا تم تطبيق هذا تطبيق الخطأ هناك وجعل العالم التركي موجود في هذا الازدحام وحرق العالم التركي من جلبه ما هو عمل العالم التركي هناك والرعية التركية هناك من حرقه ما هو التحريض الموجود دائما كان الهدف حرق العمل التركي وفي قنوات تواصل الاجتماعي يوجد ردة فاعل كبيرة على حرق العالم التركي أنا لا أريد أن أفيد ما هي عمق العام وصعوبة الإفادات التي تم استخدامها ضد حرق العالم التركي في قنوات تواصل الشماعي هنا يوجد تحريض السلبي جدا على التواصل بيننا وبين السوريين وهناك سؤال بسيط جدا يوجد له الاجتماعي ما هي عاصمة تركيا استنبول أم أنقرة عاصمة تركيا أنقرة وجميع النخبة في السوريين والسياسيين النخبة كلها موجودين كلها موجودين في إسطنبول لماذا غير موجودين في أنقرة قلب السياسة التركية في أنقرة ينبض ماذا تفعل هنا في إسطنبول لماذا لا تختار أنقرة لا يوجد إلا سياسي واحد في أنقرة هذا لا يمكن قبوله أبدا وهذا عبارة عن خطأ كبير موضوع آخر في خصوص هذا الموضوع يوجد هناك تلوث في المعلومية وعدم موضوح في الرؤية حيال الملف السوري وهناك جزء صغير جدا يفهم القضية السورية من العمق وهناك تأثير كبير على الرأي العام في تركيا حيال هذا الموضوع بشكل سلبي أستاذ حمزة تكين هل تخشى أولا أن هذه المرة قد تخرج الأمور عن السيطرة أم يمكن لملمة الموضوع الأمر عن السيطرة على الإطلاق الجهات التركية الرسمية واعية تماما وكما ذكرنا في المداخلة الأولى ستتم لاحقة من يخلون بالأمن من قبل الأتراف أتحدى في الداخل التركي وكذلك يجب أن تلاحق الدولة التركية كذلك السوريين الذين يخلون بالأمن داخل تركيا وبالتالي الإخلال بالأمن سواء كان من قبل تركي أو من قبل سوري هذا أمر مرفوض بالنسبة للدولة التركية تتم حاسبة التركي وفق القوانين التركية وكذلك الشخص السوري ثم يتم ترحيله إلى الشمال السوري كذلك في الشمال السوري لا أتوقع أن تفقد الأمور عن السيطرة نتيجة ما عرفناه والتواصلات التي قمنا بها خلال الساعتين أو الثلاثة الماضية مع الجهات السورية المعنية في الشمال السوري وتأكدات أن الأمور الأمنية مضبوطة وأن الملاحقات الأمنية والقضائية ستتم لمن خرج عن القانون بالتعبير عن الرأي واعتدى عن الممتلكات والسيارات وبالتالي الأمور ستكون جيدة وهذه الزوبعة التي تحصل دائما كما ذكرت أستاذ معاز في مقدمتك يعني ليست المرة الأولى نحن منذ عشر سنوات ونتحدث بهذه المواضيع وبالتالي ستمر مع النقطة المختلفة هذه المرة هي الشدة بالمحاسبة المخلين بالأمن والجهات التي ستبرزها التحقيقات في المرحلة المقبلة الساعية اليوم لإشعال هذه النار نار الفتنة بين الطرفين من هذه الجهات؟ أنا لا أستطيع أن أحددها الآن في هذا اللقاء أترك هذا الموضوع للجهات الأمنية والقضائية في كلا الطرفين في الشمال السوري والجانب التركي وأظن أن الطرفين قادران على الوصول لنتيجة جيدة تحمي المدنيين في الشمال السوري وتحمي الأمن في الداخل التركي وبالتالي اليوم أستاذ معاذ مصير الشمال السوري وهذه أمور مفروغ منها وذكرها كل محللو كوكب الأرض مصير الشمال السوري مرتبط بتركيا والأمن القومي التركي مرتبط بالشمال السوري وبالتالي لا يمكن اليوم أن تتخلى تركيا عن أهدافها ومساعي توجدها في الشمال السوري لا اليوم ولا غدا ولا طالما أنت على قيد الحياة أستاذ معاذ أطال الله بعمرك وطالما أنا على قيد الحياة فأن تركيا لن تخرج من الشمال السوري إلا بالشروط التي وضعتها تركيا والمعروفة يعني لا لدي الوقت لذكرها مجددا أطال الله عمرك طبعا أستاذ حمزة وعمر جميع المشاهدين وعمر الشعب السوري وعمر الشعب التركي كذلك آمين ما رأيك بالذي يقول أنه لا والله الأتراك خائفون خائفون أن يأتي دونالد ترامب إلى سدة البيت الأبيض وينسحب من شمال شرق سوريا لذلك يعني هم على استعداد للتفاهم مع النظام ومن ثم الانسحاب من شمال شرق سوريا وقصة أخرى وسؤال آخر البعض يقول أن ما يحدث من حوادث تجاه السوريين هي حوادث إلهاء لأن العين على الاقتصاد لتمرير حزمة اقتصادية قاسية والاقتصاد التركي الآن يعاني فبالتالي يتم إلهاء الأتراك بالسوريين يعني كما ذكرنا أستاذ معزفي الإجابة للقسم الثاني هذه القضية كما ذكرناها وذكرها الضيوفية مشكلة موجودة تعالج تارة تخف تارة وتتصاعد تارة أخرى وبالتالي لا أعتقد أن هناك ربط فيما يتعلق بقضايا اقتصادية تركية لماذا؟ لأن الحكومة التركية سواء كان برئاستها يعني رئيس رجل طيب أردوغان أو حتى وزير المالية التركي يقولها باللغة الدارجة يعني مش سألنين على حدا في الداخل التركي فيما يتعلق بمواطن الأتراك ويقرون القوانين الاقتصادية والضرائب وهم يسيرون بشكل يعني مستمر وليس بحاجة ما أريد أن أقول وليس بحاجة لغطاء إعلامي لمثل الإجراءات الاقتصادية التي تتخذ لتخفيف التضخم أو فيما يتعلق بأمور اقتصادية أخرى فيما يتعلق بالنقطة الأولى لا أعتقد أن تركيا خائفة من ترامب على الإطلاق يعني حتى بالنسبة لتركيا بالبعد الكبير قادرة على تتفهم عن ترامب أكثر من بايدن هذه البعد الاستراتيجي بالمناسبة النقطة الثانية العمليات العسكرية التركية ضد التنظيمات الإرهابية من بيكاكا في يد داعش في الشمال السوري تمت في عهد ترامب وبالتالي على العكس تماما يعني لا أظن أن تركيا اليوم مهتمة يأتي ترامب أو يأتي بايدن إلى البيت الأبيض لأن الموضوع في سوريا وفي العراق يتعلق بأمنها القومي ونحن وصلنا لنقطة حساسة فيما يتعلق بهذا الأمر نقطة أخيرة بعجالة بصفتي يعني داخل خارج إلى الشمال السوري غير صحيح أن الشمال السوري ليس فيه مقدرات غير صحيح أن الشمال السوري غير صالح للحياة كثير من المدن الصناعية الكبرى والهمة تنشأ في الشمال السوري بتنسيق تركي سوري كثير من المستشفيات الكبرى تنشأ هناك كثير من الجامعات كثير من المدارس كثير من المشاريع الزراعية مشاريع البناء حتى أستطيع أن أقول بعض المناطق في الشمال السوري من إعزاز إلى جرابلوس إلى أجمل من مناطق جنوب شرقي تركيا أصبحت هذا واقع ونحن نرى بأم أعيننا وبالتالي أنا لا أتفق مع القول أن المناطق في الشمال السوري غير صالحة للحياة ولا يوجد فيها مشاريع اقتصادية على العكس تماما هناك مشاريع كمية البناء التي رأيتها قبل أسبوعين في الراعي وفي أعزاز وفي عفرين هائلة جدا بناء المباني المدارس الهنجارات الكبيرة فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية وبالتالي على العكس اليوم الشمال السوري بحاجة للسوريين كي يعاد بناء هذا الشمال ولا يترك للآخرين أستاذ معاذ اليوم هناك خوف عند السوريين من الطرف الآخر أن يدخل مجددا وأن يأخذ الآضي وأن يعمل على تغيير ديموغرافي المفترض اليوم أن يعود السوريون ويبنوا الشمال السوري كي لا يسمحوا للآخرين وهذا يتم بدعم تركي وأنا أستطيع أن أقول لك أن تركيا ذاهب إلى الأخير في هذا الأمر بصفتك ضيف عزيز على الشمال السوري وتدخل وتخرج من الشمال السوري أما رأيت بؤس الحياة هناك وكما يقول السيد أحمد رمضان يعني هناك مراكمة للغضب مراكمة للبؤس حتى تصل ربما تصل إلى مرحلة لا يريده أحد الانفجار يعني المشكلات في المدن ليكون صريح معك أستاذ معاذ المشكلات في المدن في الشمال السوري غير موجودة بهذه المشكلات التي تصور في الإعلام حجم المشكلات هناك هو نفسه في أنقرة وفي إسطنبول وفي غازي عنكاب هذا موجود في كل بلاد العارض المشكلات ربما نراها أكثر والتفاقم الأزمة الإنسانية في المخيمات لذلك يجب أن يكون هناك تعاون بين تركيا والدول المعنية بدعم الشعب السوري لتعزيز الاتصاد أكثر والدعم السوريين الذين هم سيبنون أستاذ معاذ هم سيبنون بلاد هو لا أحد يسمح لهم السوريون توقون السوريون توقون لكن البعض يقول لك لا أحد يسمح لهؤلاء السوريين على العكس تركيا تسمح تركيا تسمح وأنا أستطيع أن أؤكد لك أن تركيا داعمة داعمة لهذا الأمر أنت ضيف عزيز في الشمال السوري وضيف عزيز فيما توقع كذلك أستاذ حمزة تكينو أستاذ أجريجين يلدرم رئيس جمعية أنصار السوريين من قيصري باختصار شديد بدقيقة هدأت الأمور في قيصري هل تخشى من عودة؟ حاليا الأمر سابت لا يوجد أي حوادث وحسب ما نراقب من الخارج نرى أن القوات الأمنية أصبحت فعالة ووقفتها متينة ورفعنا لهم طلبهم بخصوص المناطق والأحياء التي عيش فيها السوريين بأن يكون ضبط للدخول والخروج في المناطق الدخول والخروج تابعة لتلك الأحياء لك الحفاظ على هذه الأحياء وعدم دخول الأجانب يعني الأجانب بمعنى الغريبين عن المنطقة لإشعال شيئا ما لأن السوريين عيشنا في تلك المنطقة وهناك استفسارات من أجل وراء القاصدين في تخريب تلك المناطق الخاصة بأحياء السوريين نحن ما زلنا لدى الرأي العام في قيصري على طور محاولة الإقناع بإيقاف جميع الأمور السلبية وتثبيت هذه الأشياء بأنها خاطئة بالشكل الملموس ونتمنى أن نكون نحن قادرين على التوعية أكثر وأكثر وأن هذه الحالة ليست فقط عملية التحرش هي عبارة عن عملية مخططة مسبقا ونحن وراء عامل سببه مريض ذهنيا وهذه الحركة التي تمت من قبل معاق لذلك يجب علينا أن نسير على هذا الموضوع ونتابعه بالشكل ونفتح قوس وراء ذلك لكي نتحرم من هذا الموضوع شكراً أستاذ أغرجين شكراً جزيلاً لك والله الوقت يعني يوك أستاذ أغرجين عمر أوغيز يلجك من أنقرة بنصف دقيقة هل تخشى من لحظة تنفجر فيها الأوضاع فعلاً؟ في شمال سوريا أو هنا في تركيا بين الأتراك والسوريين؟ إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الموضوع في كل القسمين بين الأتراك في تركيا وسوريا سوف نعيش مثل هذه الحوادث ولو كانت الأمور كلها تسيب شكل جيد داخل سوريا لن نكون لنرى مثل هذه الأمور طيب أنا كنت سألتك في بداية الحلقة أنه ما نسبة الأتراك الذين يتبنون ما تتبناه أنت من رأي برأيك كثرة أم قلة إذا أردت أن يعطيك الرقم ورأى ذلك وأن أغلبية ساحقة ورأى ذلك وأيضا هنا نحن كأناس ونفكر في هذا الموضوع ونفكر كسوريين وعراقيين في هذا الموضوع لكن في تركيا مع الأسف لا يمكن نسمر بهذا المواضيع بهذا الشكل المؤسف سيد أحمد رمضان دقيقة يعني أن هذا جرس إنزار كبير الحقيقة الذي حدث وإذا لم يتم الانتباه له فأنا أخشى أن تمر علينا الظروف أصعب من ذلك ما هي الأصعب؟ أصعب بمعنى أن يعني حجم الاستغنال الذي جرى لحادثة قيصري ومثلا وللشمال السوري حجم كبير هناك قوة تستغل هذه الأحداث يعني نحن عندما نتحدث نتحدث من موقع التنبيه والتحذير الحقيقة لهذا الأمر والاستعداد أيضا فلذلك قلت استخدام يعني التغاضي عن الأسباب مشكلة عدم معالجة الجذور أزمة كبيرة يعني في الشمال السوري الحقيقة هناك أزمة كبيرة يعني هل هناك سلطة مركزية؟ يعني هل أحد يقول لك في سلطة مركزية؟ لا توجد سلطة مركزية ولا توجد إدارة ولا توجد حوكمة ولا توجد شفافة إذا لم يتم العلاج ما هو الأسوأ؟ هذا الذي نشاهده أن يتطور بشكل أكبر إلى إلى حالة صدامات وشغب وعمال عنف وكل هذا الذي نرى هذا لا أحد يريده ليس فقط مدان لا أحد يريده يعني يجب أن تتم معالجته معالجته ليست أمنية معالجته يجب أن تبدأ بفتح الملفات الأساسية والتعامل معها بحكمة وأيضا ملف اللاجئين يعني عمليات الترحيل والاستمرار بهذه الصورة غير مقبولة وغير منطقية وأعتقد أن الدولة يجب أن تقوم بدورها وحزب العدالة يجب أن يقوم بدوره لا يمكن أن يبقى حزب العدالة أيضا راكنا كما هو الآن كثيرا ما استخدمت فعل يجب في هذه الحلقة وأتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى الإخوة والمعنيين جميعا رئيس مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية وستاذ أحمد رمضان السياسي السوري شكرا جزيلاك ساذ أحمد وشكر ووصولي إلى أقريجان يلدرم من قيصري رئيس جمعية أنصار السوريين وكاتب وصحبي صاد حمزة تكين من إسطنبول وعمر أزقز يلجيك محلل السياسة الخارجية والأمن من أنقرة وكذلك الشكر لأحمد الحسين الصحفي من قيصرة الذي وفانا بما حدث في أول هذه الحلقة في أمان لحظة ترجمة نانسي قنقر